رغم تقليص مساحة أرضه الزراعية بسبب الجفافة إلا أن عمر استطاع أن يجني ثمار محصول الذرة السفراء التي بدأ موسم حصادها في نينوى وبعض المناطق المجاورة عمر اعتمد على إمكانياته الفردية مطالبا الحكومة بتوفير الدعم للفلاحين زراعنا نحن ذرة السفراء في هذا الموسم 100 دونم حصدنا منها الحمد لله 33 دونم كان قطعها زيان وناجحة بهذه المنطقة مطالبا تدعمنا بالحبوب والذرة والاسمدة غالية اشتريناها من السوق يعني ما دعمنا كل شيء للدولة يعد محصول الذرة السفراء من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي نشطت زراعتها في محافظة دينوى قبل عامين بعد ارتفاع كل في العالم الحيواني حيث بلغت المساحة المزروعة قرابة 50 ألف دونم بطاقة انتاجية تصل الى 150 ألف طن في المحافظة وفقا لبيانات وزارة الزراعة مديرية زراعة نينوى باعتمادها على محصول الذرة السفراء ودخلت في مجال التنافس مع المديريات البقية المساحة المقترحة لزراعة المحصول ما يقارب 47 ألف و110 دونم وبطاقة انتاجية 152 ألف طن مقترحة للذرة السفراء ورغم الأرقام المغلنته لهذا المحصول إلا أن المستورد ما زال ينافس الانتاج المحلي فالأحنا طلبوا الحكومة بالتدخل لمساندتهما عبر منع الاستيراد ودعم المنتج المحلي الذرة السفراء حير رخيصة بالسوق السوداء لأن تعتي من غير دول على البلد الريد دعم من الحكومة تدعمنا ومحصول الذرة السفراء خوش محصول وناجح اعتمدت خطة زراعة الذرة السفراء في المناطق القريبة على مياه نار دجلة فيما اعتمدت مناطق ذنائب الأنهر على مياه الآبر الارتوازية باستخدام التقنيات الحديثة بالرية لتقليل الضائعات المائية زراعة محصول الذرة لهذا الموسم جاءت وسط تحديات كبيرة تواجه الفلاح أبرزها شحة المياه واتساع نطاق التصحر وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والآليات المختصة مما أدى إلى زيادة تكاليف الانتاج لهذا المحصول الاستراتيجي هيتم أحمد الحرة الموصلة